نيابة أوسيم بمحافظة الجيزة أخلت سبيل طبيب أسنان وزوجته بعد تامهم بالتخلي عن طفلة يهمة التوأم بضمان محل إقامتهم قررت النيابة إجراء تحليل دي إن إيه للطفلين والوالدين للتأكد من نسبهم وقررت الإبقاء على الطفلين فعادة مالكة الحضانة اللي تم تركهم فيها الجهزة الأمنية بالجيزة كانت كشفت ملابسات تخلي سيدة عن طفلين توأم بحضانة منطقة أوسيم وعدم العودة ليهم مرة تانية تبين إن السيدة والدة الطفلين تركتهم بالاتفاق مع والدهم طبيب الأسنان ده كان بحجة عدم قدرتهم على الإنفاق عليهم تبين إن الزوجين من محافظة كفر الشيخ وبيقتنان بشقة مفروشة في منطقة رود الفرج المهم بسابل الولدين في الحضانة ودلوقتي إحنا بصدد إن إحنا نتأكد بس من هوية الولدين هل هم ولادهم ولا لا لأن التصرف يعني تصرف غير إنساني الحقيقة في كل الأحوال ترجمة نانسي قنقر